والدكتورة في الحلويات بالذات زي ما قال طبعا الأستاذ إلهامي شهادة من الأصدقاء أنك كنت شطرة جدا في الحلويات أنا بحب الحلويات ومبرح بالصدفة واضح أنه أنت مشبعهم حلويات عملت مبرح كنافة بالبلح وأنا والله ما أعرفش أن النهار ده كان كنافة بالبلح طبعا أحنا معنا هو الطمر اللي هو زي العجوة طري وزي الفل ومعنا مية ظهر ومعنا سمنة سر الكنافة في السمنة بتاعتها طبعا طالما هنشتغل في الحلويات يا دكتورة نغير الجلاب نغير كل حاجة نغير الجلابزات ونغير البلانشة ونغير السكينة ونغير المطبع كله كله عشان الزفارة هو ده يا رايك نجيب الصناية الحالوة دي كده وزي ما عملتها في البيت بتعملها النهار هو أحنا بنعملها بكذا طريقة وما يدير الكنافة على الشاشة كنافة طمر أو عجوة ما ننساش طبعا السمنة البلد الحلوة اللي هي أساس الكنافة دايما اللي بتحكم في سعر الكنافة حاكتين التوبنج بتاعها اللي هي الحشوة إذا كان منجة إذا كان طمر إذا كان مكسرات والسمنة نوعية هي معاي يا دكتورة في الكلام ده آه طبعا يعني بتلاقي كله الكنافة مثلا في مكان بيعمل مبلغ وقدر في مكان تاني بيعمل مبلغ وقدر مش هنقول لأ أرقام عشان ما حدش يقول الشيء بيقلف أنا بحب جدا يا شف كل ما كانت السمنة غالية والمنتج جيد كل مرحيتها بتطلع يعني وطعمها بيبقى جوسي قوي طبعا أنا طلباتك يا ستة الكل أنا كده أوكي إحنا معانا كده بلح أنا محتاجة أنا ممكن أعملها بلح بس وممكن أعملها بمكسرات حال يعني عملتها مبارح بالصفة البحثة عملتها بالقرفة حالو القرفة مع الطمر حلوة وعملتها بعين الجمل تمام وخلطتهم مع بعض طيب إحنا عايزين نعملها النهاردة بالقرفة والطعم ومعنا كنافة ومعنا السمنة البلد طيب أوكي هديحنا معنا نسمحي لأحط لحضرتك السمنة هنا أوكي هي فيها سمنة شوفوا بقى صنية الكنافة من إيد الدكتورة دينا فكري نعم الدكتورة في الإعلام ودكتورة في المطبخ كمان نحب البعناة دي للسمنة أوكي عشان أحطي بيها طبعا أهم حاجة في الكنافة إن هي تكون مبيتة في الفريزر علشان لما يجي طلحها أقدر أن أنا أضربها في الكفة فتكون حال المعدير يا شباب للكنافة شفناها مع بعض طب نبص على الرز الجميل الحلو ده كده التركاية الأخيرة شوية زبيب شوية جزر إيه رأيك يا دكتورة في الموضوع الرز السعادية ياخد زبيب وجزر تسلم إيدك ده اختراع من الشيف المغازي ده حاجة جديدة حاجة جديدة بعلامة الشيف مغازي